هنا على صوت الحناجر بانتخابات مبكرة بعد أن عاشت البلاد جولات برلمانية حيكت بغياب الاستقرار السياسي والأمني لكن التنافس والسباق الانتخابي محموم بحالة من التوتر بعد أن دخل أكثر من أربعمائة حزب ساحة الحراك الانتخابي وبات يعقص صورة المرحلة المقبلة على وجه السرعة في الواقع الملموس فإن تيارة سياسية كالحكمة وسائرون يعودون بتحالفات بعضها يحمل أسماء جديدة وبعضها الآخر يستعد لإطلاق برنامجه السياسي عما قريب في المقابل الواقع الشعبي يقرأ المعادلة بأرقام مختلفة عن تلك التي تقرأها مفوضية الانتخابات بعد اقتراح مجلس المفوضين تأجيله للسادس عشر من تشرين الأول المقبل لأسباب يقول إنها تعود لقلة عدد التحالفات السياسية وانتهاء مدة التسجيل وشروط عدة لإكمال العملية الانتخابية الواقع الشعبي يقرأ العملية على أنها قد تكون إعادة وجوه قديمة بأسماء جديدة وهو ما يثير التخوف من تكرار المشهد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع التحليلات الراشحة عن المشهد السياسي تحذر من غرق البلاد في انهيار العملية السياسية فيما تسجل النتائج الأخيرة من جهود الحكومة وعلى رأسها رئيسها مصطفى الكاظمي السعي إلى تعظيم الدولة والقانون فوق حسابات المصالح أمام سؤال يطرح مجددا هل سينجح الكاظمي في تعظيم لغة الدولة فوق أي لغة أخرى من شأنها إبقاء الحال على ما هو عليه؟ لكن الإجابة على السؤال تتحقق بحديث الكاظمي على أن المشاركة الفاعلة وإنجاح العملية الديمقراطية هما المعيار الأساس في تغيير حقيقي يطمح إليه العراقيون بعد أن عاث الفساد في بيوتهم حتى سرق منها أملا بالخلاص